طيب تعالوا نروح على قصة نادي الزمالك والمنتخب الوطني وناخد الموضوع بأمانة شديدة جدا اللقاء ما كانش اليومين دول يعني لقاء الزمالك مع إلكت بطل تشاد والحمد لله مع إلكت تشادي مش مثلا مع اتحاد المنستير التونسي ولا مع الاتحاد الليبي ولا مع النجم السحيلي ولا مع مولودية الجزائر ولا مع حد من الفرق التقيلة دي لقى انه مع فريق حناية فلما حصل انه المباراة تعارضت مع مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس السوبر لوسيل اللي تلعبت فيه قطر بمناسبة افتتاح استاد لوسيل او تجربته في محاكاة لمباراة كأس العالم فنادي الزمالك طلبة من الاتحاد المصري انه يأجر المباراة فالاتحاد المصري بعت وحصلت اتصالات سين وصاد وعين وكاف ولام وتم تأجيل المباراة حلو كده يبقى هنا الاتحاد الافريقي عمل الواجب وزيادة من اجل مباراة في النهاية هي مباراة ودية تم تأجيل مباراة رسمية في التصفيات وتم تحديد المواعد الجديدة فمحدش يجيز على المواعد الجديدة عشان بس لما نتكلم يا جماعة نعرف نتكلم بوضوح كده وبهدوء من غير من قول اصل الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي جاملك كبلد بما يكفي جاملك بما يكفي وده لك المعادة وانت تعلم تماما ان هذا المعاد فوسط الاجندة الدولية تشاهد ما عندهش مشكلة يعني ما عندهمش مشاكل الناس يعني فالمشكلة عندك دايما بيبقى فيه لوم على مدارب المنتخب وانت مش واخد ليه ومش عارف ايه وقصة ايه وقدينا شوفنا قصة عواد وعواد طلع كتب وانا فريرة قال لي انا ما قلت لهمش ومش ما قلت لهمش وكتب وقال وبتاع وحدوتها ودخلنا في ازمة بقالنا 48 ساعة او اكتر في موضوع عواد ما راحش ليه المنتخب فبدأ كلام كتير وبدأ لغط كتير زمالك يقولك انا ما عنديش غير 14 لعيب وحسام عبد المجيد مصاب حطارة دي له حونة عشان يلعب وهو مصاب والدنيا شغلانا هو زمالك يحمد ربنا ويشكر فضله انه المباراة مع إلكت فريق بعيف جدا وانه الزمالك كسب مباراة الزهاب 2-0 يعني لو كانت 0-0 ولا 1-1 ولا حاجة كنت تقولك انا على الان لكن 2-0 نتيجة كويسة ومطمئنة الى درجة كبيرة يعني لا كيفش حاجة في الكرة مضمونة يعني موضوع اوه خلصان لكنه عمليا في ملعب في النهاية فجي الراجل يعني تقولك النهاردة في فيتوريا لا لكنه ما معناه يعني انتوا جين ننتوني ولا اعمل ايه يعني انا كتوخ تماني اللي عباة من الزمالك ومراعال الظروف خليته مربع وطبعا بيشاور على عواد وقالك عواد ده جول كويس وجونها هايل وجون تمامي تمام بس عشان الزمالك عنده بطولة افريقيا ماتش وراجل كمان قال لك الله وفيه يا جماعة انتوا ازاي ازاي بيبقى فيه اجندة رسمية وفيه مبارات افريقيا محدش بقى قاله انه تم التأجيل عشان سوبر روسيل اللي عبوا الزمالك والزمالك عاد فيه بالزيارة جماهيرو بلعب في ملعب جميل بمليون دولار دخلت خزينة الزمالك بس عشان برضه تبقى قصة واضحة للجميع يعني لا تم التبرى بيا هنا ولا هنا ولا لا ده ملون دولار كاش اتاخدوا ودخلوا خزينة الزمالك يعني يعني مش مش بتوع اشخاص يعني دي حاجة النادي الزمالك مش الافراد يعني مش بتاعت شخص مش بتاعته ولا بتاعت مدير نادي ولا رئيس نادي ولا مدير كورة ولا لا لا دي بتاعت النادي فلوس للنادي يعني دخلت لنادي الزمالك استقرت داخل نادي الزمالك يعني ماشي مهم فالراجل بقولك ازاي عشان كده يا مستر فيتوريا مش عشان اكتر من كده يعني فرجل شرح الموضوع بمنتهى الهدوء يعني اه الزمالك هكون عنده نقص عددي لانه في حزم امام مشي في عمر السعيد مشي في ايمن حفني اعتزل في اسلام جابر مشي في عدد من اللاعبين مشي وفي عدد في المنتخف فتبقى عدد قليل موجود في نادي الزمالك لكنه يعني انا حتى في الازاعم برح قلت يعني تشكيل ممكن يكون لنادي الزمالك عواد ومحمد عبغاني ومحمود علاء وحسام عبد مجيد وعبد الشافي وروأ ووباما ونمار شكبالة وعبدالله جمعة ويوسف ووسف فاروق عفر وحسام اشرف ومحمد حسام بيسو غير تلاتة في اتنين حراس كمان موجودين يعني الدنيا الى حد ما ماشي يعني في ناس بولي محمود علاء احتمال يمشي يوسف ووباما احتمال يمشي برضو الجدب الموجود زي ما بيقولوا يعني اتحد الكرة طلب التأجيل بناء طلب الزمالك طلب التأجيل تاني بس ما نفعش لان انا مش هاجل فيلم تأجل خلينا امنا يعني في توريا زي ما قلت لك قال لك انا ازاي بتلعب يعني في وسط فترة توقف الدولي قال لك معرفش مين المختل في تحديد موعد المباراة يعني والمختل يتحمل مسئوليته لان موعد المباراة غريب جدا انه بتلعب في توقف دولي قال انا بدرب 120 من اليوم مصري بيهتم بال18 نادي في الدورة الموقف ده ما ينفعش يحصل للمدربين ولا اللعيبة ابدا احنا بفترة توقف دولي واللعيب من حقه ان يمثل منتخب بلاده سواء كانت مباراة ودية او مباراة رسمية احنا باي مباراة بنستعد لك انها مباراة نهاية كاس عالم وحتى قال لك انا استثناءا لما سألوه عن محمد عواد قال انا هحط استثناء المرادي لان انا طبيعتي انا بتتكلمش عن اللعيبة اللي مش موجودين قال لك اولان انا عجبني حرش مرمى الزمالك عواد وزي ما قلتلكو قال ان انا كنتممكن عندي 7 او 8 لعيبة من الزمالك استدعيت 4 بس عشان واخد في الاعتبار مباراة الزمالك الافريقية وده الاستثناء المرادي بس هو بتكلم عن الاستثناء في الاستدعاءات والاستثناء في الكلام لانك قال لك في النهاية قراري انا عجب الناس ما عجبش الناس في 7 في 8 في 9 في 2 مش مهم لكن انا في النهاية عشان ظروف الزمالك استدعيت 4 لعيبة بس يعني ده كان كلام الراجل يعني الكاف ما عندوش اي رد فعلي رسمي هو اعلن طاقم الحكام هو طاقم ليبي هيقود المباراة احمد عبد الرازق حكم ساحة ومعه عيسى عطية ووحيد الجهوي وعبد الواحد جربويدا والمرائب هيكون من اسيوبيا الدكتور محمد سلطان من مصر هو مسؤول الكوفيد اه معه لسه في مسؤولين كوفيد بقى يعني دكتور رحمة سلطان ده راجل محترم جدا يعني بس يعني خلاص ده المسؤول الطبي يعني او المراقب الطبي يعني والفريق على فكرة وصلوا لهم انا ما عنديش مشكلة في اي حلول بس بلغونا يعني فعاش مشاكل يعني وناس قاعدين وعلى فكرة شعب تشادي شعب ومحترم وبلد مضيف انا كنت هناك قبل كده والعبت مع المنتخب هناك وناس محترمين وناس مضيفين هذا كل ما يخص عضية الزمالك والاكتباط الوشيت اشتركوا في القناة